اليوم بعتبر أنه يوم مشرق يوم جيد لأنه اليوم صالح لبنان بأكثريته البرلمانية على لبنان الرافض اللعبة البرلمانية والإذعان للدستور اليوم 59 صوت مش عدد مناخ انتصار لديمقراطية انتصار لأول مرة من العام 2008 يعني من بعد انقلاب حزب الله على بيروت وعلى القوى الوطنية وعلى 14 أذار أول مرة يمنى هذا الفريق بهزيمة سياسية ناعمة والأستاذ وليد جمبلاط أول ما لما شاف أنه قضية الأستاذ مشيل معوض اللي منعزه 11 جلسة أنه ما راح توصيز الله الشيء وراح يؤخذ علينا أنه نحن عم نصر على الشيء وانه بريحة بحطه براء بيده ويروحه لا ما تكون تحطه براء تفضله عم تقولوا لنا أنه ما عندكن مرشح اوكي تلاقينا وتقاطعنا نعم على مرشح نعم اجوا على التصويت اوكي اجوا على التصويت ما في حدا من اللي صوتوا لسليمان بيك إلا ظهروا معده أربعة هالمرة الرسالة هي إلى الداخل رقم الأصوات وإلى الخارج عشية اجتماعات أساسية راح تصير ببريز بين الأمير محمد بن سلمان نعم يجب أن يبقى رئيس الجمهورية مش سيحي بس يجب أن يتحرر من هاي الفكرة وما بتقدر تجي طايفة تاني وهيدي حكيناها مئة مرة هون ما في طايفة تجي تقول أنا لغاية البقية الكل جرب والكل بالآخر تدمر بها القصة أولا تحدي للرئيس بري منو وارد تانيا الملاحظة لحزب الله وارد لأنو الرئيس بري تاريخيا منو رجل الحلول المقفلي منو رجل الحلول المقفلي وما كان بيروح بهذا البعد لو ما في ضغط عليه أنا بالله اليوم ما الذي تغير ذكرت نحن في منعطف أو مرحلة بداية مرحلة جديدة قد ندخل إلى تسوية معالي الوزير مروان أحمده بالداخل أولا لأنو قالوا لنا بالخارج بلشوا بأنفسكم ونحنا منشوف هلا بلشنا بأنفسنا طلعت أول نتيجة نعم هايدي النتيجة لابد ستقيم في الخارج ولابد ستقيم من قبل كل القوى المحلية وهيدي النتيجة بأحسن الأحوال تدعي إلى جولات تاني وتالتي ورابع بين المرشحين أنفسهم وبأسوأ الأحوال تدعي إلى استبدال هؤلاء المرشحين بناس مقبولين لدى الطرفين أكثر